إذن أيضا للإمام علي كلام عن المال والاقتصاد والإمام علي كان أزاهدا ويرى في المال مسألة عجيبة 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 يعني هو سيرته مع المال بل تحتاج إلى تفصيل ربما في كتاب نظريته في المال نظرة مختلفة الاحتكار والكنز يحرمه يحتفظ طبعا من زهده من زهده أنه لما كان حاكما لا يأخذ إلا كأقل الناس يعني لا يجمع إدامين مع خبز أبدا يأخذ خبز مع ملح أو خبز مع زيت وعندما سأله أحد الضيوف الذين أعطوا الضيف أعطوه أكلا أفضل فالإمام علي أكل من هذا فسأله الضيف لماذا فقال إن الله معنى الكلام قد أخذ على ولاة العدلي من يكونوا كأدنى الناس فيعتبر أن الزيت وحده إدام والملح وحده إدام ما يجمع زيت ملح أو سمن ملح مع خبز الخبز مع ملح بس أو خبز مع زيت بس فشدد في هذا الأمر على نفسه لما أصبح خليفة ربما أيام لم يكن خليفة ربما كان لم يوجب على نفسه هذا فلذلك أيضا كان يوصي سلمان الفارسي بالزهد انتبهوا عندما كان يحذر كبار الزهاد أمثال سلمان الفارسي أمثال سلمان الفارسي يكتب له الإمام علي ويحثه على الزهد وأن يحذر الدنيا كان عجيب يعني يعني معرفيا وزهدا يعني الزهد ليس على بال أحد يعني غالبا على على بال الناس الشجاعة والمكانة وكذا والإيمان وقربه من النبي وإذا تطور قليلا عرف بعض العلوم التي قالها لكن حتى هذه ما في خصلة تقريبا موجودة اجتمعت فيه الخصال كلها من زهد وعلم وشجاعة وقرب وسيرة وحكمة وصبر وصبر في نظام المال والاقتصاد طبعا له كلام عن الحلال والحرام والتكافل الاجتماعي موساط الآخرين وتأمين الحاجات الضرورية لكل إنسان وحقوق الفقراء في أموال أغنياء وفي المسلمين والتسوية في العطاء لم يكن يرى التفاضل في العطاء على أساس نسبي وإنما التسوية